نهارده أيضا ده اللي أكد عليه الحقيقة كولر وتكلم عن الدفع بسابيو كراس حرب قال إنه هو لعب قبل كده في هذا المركز مع بوليفار البوليفي ومركز جديد الحقيقة مش جديد عليه لكن أنا هنا برضو عندي تعليق بسيط جدا شفنا إضاعة بعض الوقت هو مش بعض الوقت الحقيقة هل إحنا هنفضل كده لغاية إمتى أنا مبارح أو أول مبارح تقريبا سمعت الأستاذ الحقيقة عامر حسين وهو بيتكلم عن أن تم منقشة كلاتنبرج ده مش كلامي ده كلام الحقيقة عامر حسين قال في تصريحات إزاعية قال إن منقشة كلاتنبرج في التقنية الجديدة لاحتساب الوقت الفعلي ضائع اللي شفناه في كاس العالم اللي هو كل شوية كاس العالم تلاقي 15 دقيقة وقت ضائع 12 دقيقة وقت ضائع ولكن كلاتنبرج قال أنا مش هتطبقها في الموسم ده ده ممكن يبقى من الموسم القادم ده ده كلام اللي قاله الحاج عامر حسين طب بالمناسبة هو الأهلي عايز يلعب كورة مش عايز يضع وقت الأهلي بيلعب على الانتصار يعني الأهلي لا يلعب على التعادل ولا يلعب على الهزيمة قمصنا هو المنافسة الشريفة والبحث عن الانتصارات التحكيم النهاردة مش أفضل حاجة الحقيقة فيه كورات الأهلي يستحقها ولم تحتست ماتش اللي فات كمان أنا بس هتكلم عن كلاتنبرج بس في الجزء التاني من هذه الحلقة لأنه عندي النهاردة معلومات خاصة وهمة جدا في موضوع كلاتنبرج وأيضا هكلم حضراتكم عن دلوقتي نتكلم عن الفيديو اللي بيعلق كلاتنبرج عن الحالات الجدلية الأسبوع اللي فات حاجة غريبة جدا مفوش غر حالتين في ماتش فيوتشر رغم أن هناك حالات صارخة لضرب الجزاء مزدوجة علي معلول وشادي حسين وما يتمش مراجعتها من الفار وأعلن صحة القرار من عدمه يبقى الفيديو بتاعك لو مفوش لقطة زي دي يبقى زي عدمه هو حضراتك جاية تعلق على الحالات العادية والحالات الجدلية الحالات المحسومة يعني حضراتك مش عايزين حد يعلق عليه يا ريت يا ريت أتمنى أن تتم مراجعة هذا الأمر لأنه أمر مهم جدا جدا لما الناس بتشوف أن هي مخطئة بتحاول تصحح من أخطاقها لكن إحنا المطش اللي فات هتقول لي يا عمي ما أنتو كسبته بقى ولا تعادلته المطش اللي فات إحنا لدينا الضربتين جزاء يعني بخلاف أن كان ممكن يكون في طرد آخر لأحد لعيب فيوتشر أنا كل اللي أنا عايزه هو العدالة للتحكمية النهاردة هدف برونو سافيو أنا شايفه هدف صحيح مية في المية مية في المية وجهة نظري أنا راجل يعني لعبت شوية كرة فبشوف فأنا بشوف أن ده هدف صحيح مية في المية ممكن يكون في بعض الخبراء شايفينه لأ غلط ممكن يبقى فيه كذا ممكن يبقى فيه كذا ولكن أنا شخصيا لا أقتنع بالخطوط اللي بتتعامل دي والله إلا أنها خطوط واحد أنا بحس بكده واحد وقف في الناحية دي واحد وقف في الناحية دي وبيزبطوا الخط على إزاي الأهل يتحسبلوا أوف سايد أنا بحس بكده والله طبعا ما بيحس ولكن أنا بقولك أنا بحس بكده بحس إن الخط ده متزبط علشان الأمور تمشي بشكل أو بآخر في النهاية الأهلي النهاردة أحرض ثلاثة نقاط غالية وانتصر في مباراة مهمة في مشوار الدوري وما زلنا في الصدارة محتفظين بيها حتى الآن 22 نقطة هامة جدا الحقيقة وعدد المباريات اللي حنلعبها الفترة اللي جاي أنا اتكلمت مبارح مع حضراتكم عن عدد المباريات